على ضفاف البحر الأحمر في طغر الأردن الباسم وبأجواء مثالية تزينت شوارع مدينة العقبة لاستضافة ماراثون أيلى البحر الأحمر والذي نظمته جمعية مرضى الأعصاب والدماغ بالتعاون مع اتحاد الأردني لألعاب القوى الماراثون الذي يعد محطة هامة من سلسلة الصباقات التي تميزت الأردن بتنظيمها والذي شهد مشاركة محلية وعربية ودولية المنافسة بدأت منذ ساعات الصباح الباكر بين العدائين المشاركين من كل الجنسين لسباق الـ 42 كيلو متر لتحقيق الزمن القياسي المتمثل بساعتين وخمسة عشر دقيقة الذي خلق أجواء تنافسية كبيرة بين ألف ومئة متسابق من أربعين دولة مشاركة في كل مراحل الـ 42 كيلو متر والـ 21 كيلو متر والـ 10 كيلو متر بالإضافة إلى سباق الأطفال المشاركين الأربعة كيلو متر والذي كان يتوسط الحضور فيه سمو الأمير فراس بن رعد الذي شاركت جميع بتواضعه المحهود هناك الآن مشاركات أردنية جيدة في بطولات عربية وأيضا عالمية لكن أملنا أن نصل إلى المرحلة الأولمبية وهذا هدفنا وأظن الهدف النهائي من وراء هذه النشاطات الأسماء الأردنية التي تداولت المراكز الأولى وبجدارة للماراثون بجميع مراحله حيث توج سمو الأمير فراس بن رعد بالتناوب مع رئيس الاتحاد الأردني لألعاب القوى السيد زيدان العبادي أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لكل المراحل في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مدرج الثورة العربية حيث حصل على المركز الأول لسباق الـ 42 كيلومتر العداء سلمان زبون من فئة الرجال بزمن ساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة وإثنى وعشرون ثانية وجاء في المركز الثاني المتصابق هايلا رواحنا وكان المركز الثالث للمتصابق فتح الديات ومن فئة الإنات لذات الصباق حصلت العداء نهد البوات على المركز الأول بزمن أربع ساعات وخمسة عشر دقيقة وثماني عشرة ثانية وحلت بالمركز الثاني العداء نور العبادي وجاءت بالمركز الثالث غروض اطغيمات وشارك في الصباق رياضيين مكفوفين الذين أثبتوا بمشاركتهم على قدرتهم على التواجد في مثل هذه الأحداث وتحقيق الإنجازات المراثون الذي حقق نجاحا متميز بالتنصيق والتنظيم وبالتغطية التي زادت من رونق مدينة العقبة ليكون من أنجح المراثونات التي تشهدها المنطقة بالرغم من صعوبة الطريق التي لم تسمح لأي عداء تحقيق الزمن المطلوب والمقدر بساعتين وخمسة عشر دقيقة يوسف البستنجي لتلفزيو الرؤية